اشتركوا في القناة ولا تعين الدهر على زوجها وامرأة وعاء للولد يعني ام وامرأة عبارة عن كما قال عمر غل قمل يضعه الله في عنق من يشاء يعني جراب مليء العياذ بالله عزقال الله بالقمل تلدغه صباح مساء هذا النوع الثالث اللي هو اريد ان اتحدث عنه في ثواني معدودة مع نادي الثواني لا تكفي هو يسميها الازواج لهذه الايام الزوجة النكدية هذه الزوجة النكدية كيف يتعامل الزوج المسكين معها هذه الزوجة موجودة في بعض البيوت انا رجل متفائل لا اقول في كل البيوت ولا اقول في كثير من البيوت اقول في بعض البيوت هذه الزوجة اولا اذا قسمنا الناس الى انواع من التربة فيها تربة رملية نارية تربة رملية يعني مهما تصدع لها من معروف فانما هي تربة رملية تأخذ وتتشرب الماء ولا تفيد احدا بانبات زرع او بامساك ماء او غير ذلك وكشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا هذا هو الامر دوه تربة نارية انها دائما مشتعلة يعني دائما لسانها يسبق عقلها كلماتها الخارجة او البذيئة او الساخرة سبحان الله العظيم دائما تلاحق زوجها واولادها واقاربها بالنقد المستمر هي من يعني تستطيع ان تضع في قسم الشخص العياب الشخص العياب الذي لا يرى الا عيبا هي لا ترى الا عيبا لا ترى الا نقدا حتى اذا ذهبت لزيارة صديقة لها اول ما تقع عينها لا تقع الا على القبيح تقول هذه الاغراض او الكراسي او الموبيل الموجودة هذه غير متناسقة هذه الستر او الستائر غير مناسبة هذه الثريات التي في السقف لا تتناسب مع الدكور هذه المرأة لا تربي اولادها دائما نقادة اذا زرتها ام زوجها فيا ويلها يا ويل ام الزوجة من وجودها في هذا البيت فهي شخص بلغة السياسة شخص غير مرغوب فيه اذا تعاملت مع الناس لا تتعامل الا بمنطق نسيان الخيرات وذكر السيئات هذه الزوجة النكدية ماذا اصنع الزوج معها اول شيء في ملكات لا تتغير فالمرأة مثلا هذه النكدية اذا كانت عصبية عصبياتها تزداد مع سنها وعصبياتها تزداد كل شهر عدة ايام زيادة عن اللزوم بطبيعة التكوين الانثوي ثم بطبيعة محبتها للنكد هي اذا ابتسمت تبتسم بمرارة او تبتسم بسخرية ماذا اصنع الزوج المسكين مع هذه الانسانة هو اما ان يصبر عليها ليعطى مثل ما اعطي ايوب على صبره واما ان يفرقه باحسان لانه ربما تؤثر على يعني التزامه الديني تؤثر على علاقته باهله تؤثر على علاقته بالناس تؤثر على علاقته بالعمل تؤثر على انه غير منتج بالعمل فهنا من ابواب الفرج ان يسرحها باحسان وانا اذا كان من النوع صبور فليصبر عليها لتكون هي سببا في دخوله الجنة فهنيئا لك يا زوجة زوجة النكدية ان تدخلك بنكدها الجنة ولكن هذه لا يصبر عليها الا الرجال الخلص فان كنت منهم فهنيئا لك هذه الزوجة وان لم تكن منهم فلها طريق وانت لك طريق كان الله في عون الازواج مع هذه النوعيات السيئة من الزوجات التي لا يثرن الا النكد ولا يظهر على وجوه اثر من الرضا او اثر من القناعة وطبعا لكي نوازن القضية في مرة قادمة ان شاء الله نتسوج عن الزوج البخيل والعياذ والله النكدي ايضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة